السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون توفات المرحومة خديجة أسد زوجة عبد الله عزيز عن عمر يناهز 71 سنة أكدت الخبر للوفاة ديالها البنت ديالها أكدت الخبر للوفاة ديالها الله يرحمها الله يرحمها دعومها معها بالرحمة يا أهل الخير دعو معها بالرحمة كانت متألقة في العمل ديالها شغلت بثافة الأعمال التلفزيونية السينمائية والمسلسلات والمسرحيات ومن أشهر الأعمال ديالها لالة فاطمة اللي كان متل معها الله يرحمه ووسع ليه الزوج ديالها عبد الله عزيز كانت كتتعتبر الممثلة الحانونة الطيبة الزملاء ديالها صراحة ما قسروش عليها وبكاوا عليها منهم رشيد الوالي وزيد وزيد الممثلة خليجة أسد كانت كتعاني من السرطان وتزد عليها الحال مرضات ونقلوها للمستشفى المصحة ولكن الجسم ديالها ما استجبش العلاج لأنها كانت مرضى صراحة بثاف بثاف نطلو لها الرحمة والمغفرة فهد النهار إني الله وإني إليه راجعون نطلو لها الرحمة والمغفرة